طبعا أنا مبسوطة قوي أن أنت بدأت بيغالي للجتارة والناس كلها ما تنساش الأغنية دي والناس تتفعلت معي بشكل كبير جدا وأخذت مساحة كبيرة قوي على السوشيال ميديا عايزة أعرف أنت ليه اختارت يا غالي وليه ابتديت به أول حاجة مبسوطة قوي أن أنا معاكي النهاردة هدير وكمان يا غالي كنت بحيث دايما أنها أغنية كده كل ناس عارفاها تقريبا يعني حتى لو مش عارفين الكلام بالضبط فالمزيكة في ودنهم حاجة كده زي مكارينا بس عارفا ليه الحاجات كل الناس تماعيتها تقريبا ويمكن ما تغنيتش أو ما حدش عمل لها كوفرز كتير بعدها يعني لا أوي نوران الحياة في ناس كتير بتعمل كوفرز بس هو النجاح اللي شفناه معاكي في مسألة أنه تعملي كوفرز لأغاني حفظينها وموسيقى عارفينها لكن تعمليها بشكل مختلف يديها عمر في قول عمر ده مع نوران أبو طالب تحديدا شكرا جدا عايزة روح معايكي لأول مبارح وحفلتك في مهرجان محكا القلعة وانتي تاني مرة بتشتركي في المهرجان الناس كانت متفاعلة قدمت أغنيتك الجديدة إعجاز وشابة بيك طبعا لمحمد منير يعني برضو من الأغاني قوية جدا وأعتقد أني طبعا تتحط في السفيل اللي غني مع أكاني محمد منير طاير يا هوى حسيتي بإيه في المهرجان وانتي بتشتركي للمرة التانية والفرق المرادي عن المرة اللي فاتت هقولك أنا دايما بتبسط قوي للمشاركة يعني في مهرجان القلعة لأن هو جامع ناس كتير قوي ومساحة جميلة قوي وفرصة جميلة لناس كتير أعمار مختلفة وشباب وناس كبار وأطفال هما يكونوا موجودين فبيبقى فيه روح كده معينة تحسي أن انتي يعني بتغني لأكبر عدد ممكن يعني وكمان المكان طبعا تحفى يعني لو كده روحه الخاصة بتاعته فلا شعور حلوة قوي 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 طيب قولي لي بتختاري لسة الأغاني في الحفلة ازاي بيبقى فيه حاجات بتتبعيتي على سوشال ميديا اللي هو أنت لازم تغني كذا حاضر زي ما قلتك فوق بيطلبوا مني دلوقتي شبابيك بيه حاجات كده ما يفعش الناس بتبقى مستنياها بتتبعتلي بغاني أغانية طبعا وبغاني حاجات زي طبعا يا غالي وشبابيك الحاجات اللي الناس فعلا بتبقى مستنياها أنا هتسبع بغاني كمان لفريد الأطرش يعني أنا شفت أن انتي عاملة ميكس كده بين القديم والجديد وفي الآخر بيتقدم بلون مختلف باسم نوران أبو طالب نوران أبو طالب